صباح الفلاء مساء الفلاء لحسب الوقت اللي انتي بتشوفي في الفيديو بتاعي حطيلي لايك للفيديو ده واشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا وفيديو النهاردة جامد كده انا هيعجبكو قوي غير نجاو بس حصلت لي يا جماعة كارسة النهاردة هو اليوم كده ما ينفعش يا بدي يا جماعة كده عادي اللي هو العادي انا بتاعي مفيش يعني بشوف الناس كلها ممكن تقضي يوم عادي كده طويل انا ما فيش حاجة اسمها يوم عادي يعني ده كده نادرة لما بتحصل ممكن مرة في السنة يوم كده يعدي ما فيوش اي تفاصيل خالص ساعتها بقى بقى اقول يا ده النهاردة يوم عادي انتم متخيلين موضوع وصل معي الفين همشي معاكو خطوة بخطوة كده كده في اخر الفيديو انحكيت لكم كل حاجة بالتفاصيل وحكيت لكم يومي من اول ما نصحت من نوم وعملت ايه بكل حاجة اول حاجة يا جماعة كده رحت كفتارية بهجة اللي هي عند الشطبي اه وقريبا من محطة الرمل تماما اللي في اسكندرية بيكون عارفة ادي كده المينيو بتاعتهم ايه هنا بصيت على الاكل بصراحة ما فيش حاجة عجبتني في الاكل بتاعهم يعني المينيو بتاعتهم كان محدود قوي في الاكل وانا ببميل للحاجات السوري اكتر والفرايد شاكن دايما في الاكل الجاهز بختار الحاجات دي ما بختارش الحاجات اللي هي العادية تمام انا هنشرب الاول بعد كانت لها نتعاشى في اي مكان اطلب تفرق بتشينو كرامل كان حلو قوي ميرون طلب مهيتو فراولة بجد كان جامد عجبني وكان فرش قوي 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 اه بجد طحفة اه طبعا الفرابيتشينو امر 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 اختي بقى طلبت شيس كايك نوتيلة بجد كتخطيره جدا بجد كريمي وبالدوب في البق دوب بجد طحفة ايه طبعا ايه ازابيلا بقى ايه قلعة الصندل بتاعها وكده وحطله طبعا عالطر بيزا كاي ام عادي تعالوا بريكو الامهات بتاخد ايه انت مخدتش يا جماعة لبس تايك عش نعيد عليه ولا خدت فورشة ولا خدت حجل نفسي خدت لها سكاة تحتيوتي واخدت لها كمان الوايبس وخدت لها مناديلة عادية وخدت لها واحدة بامبرس برضو عادية بصوت دانية كم ظلمة بس يجاوي رهيب اسكندري يا جماعة اسكندريات مال امر بجد الجو طحفة اوي 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 الجو الخريفي ده اللي مقرب للشتا تخطي ربعشق جدا الخروج في الاوقات دي انا نفسيتي بترتاح جدا شفتوا الجنين بتاعي انهم امرون جماعة بجد دول موليد الالفنات بجد لما يتجوزوا يخلفوا بصوا الاوتفات بتاعي يا جماعة هنا هوريكو شوية صور باقي الصور انا نزلتها على انستجرام ونزلتها على تيك توك روحوا في الابليكيشنز كلها بتاعتي عشان تتفرجوا على كل الصور كاملة ده كده شكل الاوتفات كامل يعني قبل ما يحصل المصيبة بصوا بقى خدتنا امرون شوية صور بصراحة جمدة اوي الذكريات دي بتبقى جمدة جدا لما بتعودوا بقى تقلبوا في الصور بعد كده بتتحكوا وتتبسطوا الصور دي اجمل حاجة في الدنيا يا جماعة حاولوا لما تروحوا اي مكان تحاولوا تتصوروا انت وجوزك انت واطفولك انت واي حد معاك يعني بجد الصور دي حلوة اوي 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 بتديكي كده اللي هو ايه ذكرة للمكان اللي روحتي وذكرة لليوم ده وبتحفزك ان انت تخرجي تاني واصلا وانت بتصوري في المكان بتحسي ان اليوم كده فريق معاك يعني معنى ان انت تصورت ان اليوم فريق معاك جدا ومرون بصراحة هو اللي بدأ كان عايزنا نتصور يعني وكده فانا بقى انطلقنا مرة احدى يا جماعة في الصور كده وما بطلناش نتصوروا طول ما احنا قاعدين بس احنا متصورناش يعني في المطعم وكده تصورنا في الكفترية لان كن لسا جايين بقى بالنشاط بتاعنا وكده بس يا جماعة الديكور بتاع المكان حلوة قوي اه وكمان احلى حاجة في الكفترية انها مفتوحة على البحر فدي حاجة لطيفة جدا اه شكلها حلو كمان الهوى داخل لها كده من كل مكان وكان عندهم قاعدة جوه بس انا بصراحة مردتش يعني قلت له لأ احنا عايزين نعود برا يعني عايزة شمش شوايتها وانا مش خارجة من مكان لمكان انا عايزة شم رحية البحر يعني فمش هخرج من بيتي عش نعود في المكان المغلق المقفول فقلت لأ طبعا يعني بصراحة مكنتش حبة خالص فقعدنا برا كده على البحر بجد قعدة كانت حلوة قوي كنا عمالين نهو الضربة قوي مش عارفها ايه احنا عادنا في الكفترية تقريبا ساعة او ساعة ساعة بالزبط او ساعة يا اما ساعة ونص ما قعدناش كتير لان احنا عادنا برضو في المطعم ساعة ونص الخروجي خدت من ساعتين ونص لتلات ساعات بس حرفيا ان فرقت معايا جدا فكرة ان انت تخرجي وتتبسطي وتشميها وتكلي برا اصلا يعني بعيدا عن روتيني البيت ده احلى حاجة في الدنيا بصوا بقى ازا بالله يا جماعة جميل بجد آآ كتت عاملت سريحة حلوة او بس مش باينة انا مغطيها بشعاري كتلابسها هيكون ابيض مرضتش هنزلها من السكوم طبعا عشان للدنيا كتهاوى عليها آآ ولبستها بانطلون كده ماما كتجايبه لها بصوتها اصلا لان ازا بالله برضو بتحب تغير الجو يا جماعة يعني فعش نحبسوا الاطفال من وقت للتاني كده خدهم في ناس على فكرة لما بتخرج ما بترضوهش تاخد البيبز بتاعيتهم تقول لا تقعد في البيت احسن من تتبهدل لا يا حبيبتي تتبهدل وتتبسط احسن ما تقعد في البيت بجد ويجي لها نفسية يا جماعة العيال برضو من حقها انها تخرج وتتبسط هي اي نعم بتغلب وبتزن وبتبقى عايزة حاجات كتير قوي وبتطلع عينيك ايه بس برضو لازم يعني العيال تخرج ومال انتو ايه يا جماعة مش فانتو مخلي فينهم تحبسهم وانتو تتبسطوا يعني بجد لا لازم يشموا هوى معاكم. يعني بقولت لمرون انت عانت صور احنا التلاتة وطبعا انتو عارفين الصور العقلية دي بتبقى كارسة ايه تبص هنا مرون يبص يمين انا بص شمال مفيش صور تجيبنا احنا التلاتة ابدا تكون كويسة يعني. بس يعني الحمد لله يعني الصور كانت كويسة يعني لو ايه مش ابشع حاجة في الدنيا يعني تمام? ايه لو سمعين سوا تزال ندجرين عشان الشباك بتاع المنور بتاعي قدامهم مش عارفة بيتبخوا بالليل اصلا يعني. بصوا بجد الصور حلوة قوي واليوم كان لطيف ولزيز جدا. اي نعم صرفنا كتير قوي على ثلاث ساعات ولا اللي اربع ساعات اللي عدناهم برا دول. ولكن الحمد لله يعني كل حاجة كانت كويسة. واليوم كان طحفة يعني. اه احلى حاجة يا جماعة الخروجات البسيطة مش عارفة تبقى تروحوا اغلى الاماكن وكده مع ان دي اماكن غالية برض. بص يا جماعة الاسعار بتاعت الحاجات بتاعت كافي بهجة اهو زي ما انتم ما شايفين عشان اللي حابب يعرف الاسعار. اسعارهم كويس. انا شايفة ان هي الاسعار بتاعتهم بصراحة لطيفة ولزيزة. على على الطعم بتاع الحاجة. طعم الحاجة حلو قوي قوي قوي. اهو اخدوا من تشارج تقريبا اربعين جنيه. اربعين يخمسة واربعين جنيه. بس كويس يعني. المهم هب. هب دابل كيكي يا جماعة. انا قاعدة عادي. والنازلين على المطعم وهب الهيلز اللي فردتين اتقطعهم. الفردتين اتقطعوا مرة واحدة. يعني مش فردة. لا ده اللي اتنين اتفكوا. يعني مش بقولوك مفيش حاجة بتاعدي معي عادي كده. يعني مفيش خروج اقول يلا بينا كده غلما يحصل كرسة. طبعا احكي لكم في اخير الفيديو عملت ايه وتصرفت ازاي وزبطت الدنيا ازاي مع انها ما تزبطاتش. no way ما زبطاتش بس يعني. المهم انا بقى ايه اخدت كده المينيو بتاع زهر الدمشق معين انا عارفة الوردور بتاعي قصانة هي بقى ايه. دي كده يا جماعة مرية ايه شاورما فراخ كتفاضية جدا. ما فيهاش بجد. ايه البطاطس مش متبلة. احلى حاجة في الطبق ده كان التومية والكولوس لو بس. يعني بجد كان احلى حاجة في الطبق يعني حرفين. ووجبت شاورما عربي. بصوا ايه القصار برضو كويس. انا شايفا اتنين واقبة ايه شاورما عربي مع واحدة مرية. اللي صار كويس مناسب بس بجد. ايه طعم مش احسن حاجة. احنا طبعا خلصنا عشان كنا جعنيين. اخيرا رجعت البيت. جماعة النهاردة بجد. كان يوم حلو غريب جدا. انا بحب احكي لكو طبعا اليوم كده من اوله. واعد بقى فصص معاكو كل حاجة كده. حتى لو كنت قلتلكو في الفويس وكده. فلازم نتكلموا مع بعض يا جماعة بصراحة. لازم نتكلموا كده ونعود وكل حاجة كده نفصصوها واحدة واحدة. طيب. احنا نزلنا تمام. اه طبعا لبست وزبطت الدنيا وكده نزلنا. اه اول حاجة روحنا عليها روحنا كافيتارية بهجة اللي هي يا جماعة عند الشطبي. اه فيه واحدة بتقولي انساكنا فين في محرمبي. انا اسفر بس انا مش هينفع اقول انا ساكنا فين. يعني ما ينفعش خالص خالص. اه المهمة يا جماعة روحت كده في كافي بهجة. اه قعدنا امرون طلب موهيتو فارولا كان حلو جدا جدا. وانا طلبت فرابتشينو وكارمل كان حلو جدا برضو. واختي طلبت شيز كايك نوتيلا خطيرة. خاطيرة. بجد كانت طعمها طحفة. ماما طلبت اه اه فرنساوي يعني اهوة باللبن. واختي طلبت بيبسي تمام. الطلبات كلها بصروح كانت حلوة. يعني كل حاجة جامدة. كل حاجة بيرفكت. الطعم بتاع كل حاجة مزبوط قوي زبطين كل حاجة. على عكس كافتريات بجد الاسعار بتاعتها اعلى وكمان مش زبطين كل حاجة. على اقل الدفعين واحنا مبسوطين. يعني انا مبسوطة جدا. مرون الملوش اوف المهيتو بس يبقى كان حلوة قوي تمام. اه ده كده اول حاجة عملناها. تمام اليوم كان لحد كده ازا بالله صحي اتأكلت شيز كايك نوتيلا وشربتها من المهيتو كده. وعادي بقى. فاحنا كنا جعنين عشان ما تغدناش في البيت وما تعشناش ولا اي حاجة خالص. قلنا خلاص انا تعش برا. كان قدامنا بالضبط يا جماعة ظهرة دمشق. تمام? اللي هو بتاع الحاجات السوري. بنعد السكة واحنا في النفق لقيت الغيلز اللي اتنين بتويت قطعوا. اللي اتنين يا جماعة. مش واحد حتى. اللي اتنين اتقطعوا مني. تمام? فانا بقى بصيح بقى اعمليه واروح فين واجه منين. فانا بقيت حافية. المهم لقيت مرون انا بدايق. وكده بس انا 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 ما اتدايتش. انا متعودة على المواقف دي. وابقى مستعدة لها جدا. وما بدايش مش بتعكر. ولا الحاجات دي بتوقف يومي او بتوقف انبساطي نهائي. يعني انا من الناس اللي ما بتعكرش بسبب الحاجات اللعبية جدا دي. المهم يا جماعة ايه اللبستك ده بقى. ما لابستش خطة الشنطة يعني في ايدي. ودخلت عادي زهر الدمشق. والعملين يناجوا صراحة كانوا عملين يبصوا ايه 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 مفكريني ان انا رجيه واجعيني في مسكة الهيلز في ايدي. بس ايضا اقول لهم لا انا مش بدلة هصدقوني يعني انا انا الهيلز بتايت قطع بجد. فالمهم ما طلعت يا جماعة دي طلبنا الاكل طلبت انا وجب عربي ضابل واحدة ماريا شاورمة انا امروه. بصراحة ظهر الدمشق كويس بس الكمنيات بتاعته مش زي كميات كرم الشام. يعني انتو بتاكله بس مش نفس الكمية بتاعت كرم الشام نهائي. خالص. كرم الشام الطعم احلى التدبيل لطحفة لسبايسي بتاعه ورهيب. اه كمية الشاورمة كبيرة جدا. الماريا الشاورمة بتاعته مليانة وجد طعمها حلو. انما ظهر الدمشق بصراحة لا. يعني ما حسيتش بصراحة ان هي احلى من كرم الشام. هي حلوة بس كرم الشام احلى. يعني مثلا لو تحتضف مقارنة وتطلبه من كرم الشام ولا من ظهر الدمشق. لأ تطلبه طبعا طبعا يعني من كرم الشام ده اكيد. اكلنا وكده وتصورنا بقى كتير يا جماعة الصور اللي انا حطتها لكم دي. بجد الصور دي حلوة قوي نزلت طبعا على تيك توك وعلى الانستجرام. يعني روحوا طبعوني في الاماكن دي بجد هتطبستوا قوي بالفيديوز وبالصور اللي انا نزلتها بجد احنا انا نزلت حاجات اكتر من كده وفيديوهات وكل حاجة عملتها يعني هناك. طبعوني يا جماعة في كل مكان. بس كده يا حلوين انا هنهي اليوم عند الحتة دي بسبب ان انا خلاص مش قادرة بجد اسجل حاجة او اعمل اي نشاط لاني الساعتين دولايزر تحفين بجده.